بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تأسير احلاق مروكية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اهم البشرات او اهم الاسرار اللي اه ممكن اه نعرفها من خلال رقم عشرة في المنم. هنتكلم عن تفسير رقم عشرة بشكل عين. اولا رقم عشرة من الرموز اللي بتدل على اه سماع اخبار مش خبر واحد لا سماع عدة اخبار اه مفرحة يمكن طال اه انتظارها. اه كمان من الرموز المبشرة بالزواج. اه وبالاخص الزواج اه لو كانت الرأي اه او اللي شافت الرؤية فتاعة سباق او ارمالة فبشارة اه ليها بالزواج. اه كمان من من الرموز اللي بتدل على غلبة الرأي او تغلبه على اه اه مشاكل على هموم على صحاب كانت اه بيمر بيها. كمان بشارة بتغيير في اه حياته للافضل. كمان بشارة بقدوم خير بقدوم اه سعادة. اه برضو رقم عشرة برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق رغبة. وكمان اه انتصار لي الرأي اه في امور كتير قوي اه في حياته. كمان تفوقه ووصوله اه لهدف او ليه اه طموح. هو دايما كان بيتمنى انه اه يوصل له. اه كمان المرأة المتزوجة لما تشوف رقم عشرة فبشارة لها بخير وبركة اه في حياتها بشكل عام. اه كمان من الرموز اللي بتدل على زرية وعلى اه يعني هيكون ليها طفل صالح. كمان رقم عشرة اه برضو اه من الرموز اللي بتدل على تحقيقها اه ليه امنية يمكن طال اه انتظارها. اه كمان من الرموز اللي بتدل على حياة اه زوجية افضل او اه احسن. كمان المرأة الحامل اه بشارة ليها بي اه لو كانت فيه اي مشكلة صحية خلال فترة الحمل فبشارة ليها بشفاقها قريبا او بزوال الازمة دي. اه كمان ممكن تدل على حصول زوجها على وظيفة جديدة او وظيفة مرموقة او لو كان عليها ديون فبشارة بانتهاء الديون دي او بسادات الديون. كمان من الرموز اللي بتدل على ولاد الطفل معافة او طفل اه سليم. كمان الرجل اه لما يشوف رقم عشرة فتاة حقيق امنية برضو ده الانتظارها. كمان استقرار في حياته الزوجية وزوال المشاكل. لو كان اعزب فبشارة ليه بخطوبة اه او بارتباطه من فتاة على خلق وعلى اه دين. اه كمان نجاحه اه في حياته اه بشكل عام سواء لو كان اه لسه بيدرس فبشارة ليه بنجاحه في الدراسة او نجاحه في حياته العملية.